وبشأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مواجهة كورونا والتي نالت إشادات من المؤسسات الدولية ينضم إلينا مباشرة دكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي دكتور فرج أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرك أستاذ مشاهدين أهلا وسهلا أهلا بحضرك دكتور فرج يعني يمكن مصر من الدول القليلة للغاية هذا العام التي استطعت أن تحقق معدل نمو إيجابي في هذه السنة الاستثنائية على كل الأصعيدة خاصة على السعيد الاقتصادي كيف سهم هذا المعدل النمو الإيجابي في دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا نعم ويعني بالفعل مصر الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللي حققت معدلات نمو موجبة يمكن ده كان دفع يعني الأساس فيها هو حزمة الإصلاح اللي تمت من حوالي أكتر من 6 سنوات دفعت بشكل كبير جدا من تعزيز فرص النمو اللي وصلت لي 5.5% وبالتالي مع الموجة الأولى لكورونا لاحظنا العالم كله تراجع بشكل حد أو معدلات النمو حول العالم تراجعت بشكل حد أغلبها سلبي لكن في المتوسط بلغة 4.5% بالفعل يعني في المتوسط وفقا للتقرير الدولية حول العالم كله الاقتصاد العالمي تراجع بمعدل 4.5% وبالتالي الدول اللي كانت بتحقق أقل من المعدل ده بقت في 2020 تحقق معدلات سليم طبعا توقعات العالمية للاقتصاد النصرية هذا العام أن تحقق 3.5% معدل نمو مظبوط هذه التقديرات؟ نعم ما بين 3.5% لـ 3.8% وفقا لما يحدث من إجراءات يمكن دفع يعني الوصول للمعدلات المجابة دي هي حزم السياسات المالية والنقدية أي السياسات المالية والنقدية والسياسات الاحترازية يعني اللي كانت استباقية بعدد يعني بوقت كاف يعني لتخطي الموجة الأولى يعني نعم طب ده يندرج تحت أيضا المبالغ التي دبرتها الدولة نتحدث عن 100 مليار جنيه مصري لمواجهة هذه الجائحة نعم يعني هي حزم الإجراءات أو الحزم التحفيزية كانت على أكتر من اتجاه الاتجاه الأولاني وكان بشكل كبير جدا هي الفئات الأولى بالرعاية وكان مخصصاتها حوالي 100 مليار يمكن تصرف منهم دلوقتي أكتر من 65 مليار وجاري يعني إعادة صياغة مرة أخرى في ضوء المتغيرات الجديدة لتقييم الوضع الوبائي حول العالم كله ومدى تأثر مصر بهذا الوضع الجديد مع الموجة الجديد بالإضافة إلى مسندة القطاع الانتاجي اللي هو نتكلم على الصناعة وبنتكلم على الزراعة نتكلم على القطاع السياحي يمكن هو أكتر القطاعات تأثرا بكورونا إلى آخره من القطاعات الأكثر تأثيرا في النمو بالإضافة طبعا إلى حزمة من الإجراءات الإصلاحية على مستوى مرونة السياسات النقدية والمالية بحيث أنه لو حصل أي صدمة من صدمات تخارج رؤوس الأموال أو تحركات رؤوس الأموال حول العالم ما يكونش فيه أثر سلبي مبالغ فيه على الاقتصاد المصري ويمكن ده اللي احنا شفناه فيه قبل كورونا كان فيه موجة من تخارج رؤوس الأموال الأجنبية من الدول الصاعدة احنا محسناش بها خالص ويمكن يعني الجنيه المصري من أفضل العملات حول العالم أداءا خلال الفترة ما قبل كورونا وأثناء كورونا كمان يعني منتكلم على استقرار مستمر في قيمة العملة المصرية إلى جانب طبعا استقرار في الاحتياط النقد الأجنبي طب حضراتك ذكرت نقطة مهمة جدا عندما تحدثت عن القطاع السياحي وأيضا القطاع الصناعي كيف دعمت مصر والحكومة هذين القطاعين بطريقة اللي هو يعني محسناش بأي مشكلة دعني أقول فيما تعلق بالمنتجات الصناعية وأيضا منتجات الأمن الغذائي وغيرها من المنتجات على مدار الفترة السابقة نعم وعلى القطاع الانتاجي لو قلنا يعني الصناع والزراعة يعني ده القطاع الانتاجي كان فيه تحفيز بشكل كبير جدا بشكل مباشر وغير مباشر بشكل مباشر كان فيه عملية إرجاء للأقصات وإرجاء للقيمة الضريبية للقطاعات ديو كان فيه تحفيز لعمليات الانتاج من خلال منح بعض التسهيلات الاقتمانية بأسعار فايدة مقافضة يعني يمكن شاهدنا أكتر من مبادرة للبنك المركزي لدعم هذا القطاع أما بالنسبة للقطاع الخدمي ويمكن أبرزه قطاع السياحة وقطاع الطيران المدني شاهد برضو إرجاء لبعض الدرائب وتحفيز لمخصصات اقتمانية جديدة وتسهيلات اقتمانية لفترات مستقبلية بهدف يعني الحد من أي موجة أو صدمة نتيجة للموجة الثانية من كورونا نعم طب لو انتقلنا دي الجهود اللي هي في دعم القطاعات المختلفة في الدولة ماذا عن البعد الاجتماعي والجهود الخاصة بدعم المواطن خاصة يعني القطاعات العريضة التي يعني دعنا نقول نجاح الدولة المصرية في تخفيف أثار الجائحة على المواطن المصري كيف رأيت ذلك والمبادرات المختلفة التي تم تنفيذها في هذا الأمر نعم يعني يمكن وفقا لمؤشر المخاطر الاجتماعية يعني مايو 2020 بنتكلم على مصر تقدمت حوالي 13 نقطة في المؤشر ده كنا بنتكلم على 75 نقطة احنا بنتكلم دلوقتي في 62 نقطة بمعنى أن مصر حققت في مجال الرعاية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية جزء كبير جدا منه وشفنا ده في مبادرات عديدة يمكن أبرزها تكافل وكرامة شفنا المنحة العجلة للعمالة المؤقتة شفنا فيه أوجه مختلفة لأوجه الدعم الاجتماعي ويمكن ده الحافظ بشكل كبير جدا على استمرار معدلات النمو فيه بشكل موجب لأنه تحفيز القطاع الاجتماعي وتحفيز البعد الاجتماعي بيدعم الاستهلاك المحلي بحدود معينة بحيث أن العجلة الانتاجية تفضل مستمرة ويكون فيه طلب متوقع على السلع والخدمات وبالتالي مايأثرش بشكل كبير جدا على الطلب المتوقع وبالتالي المصانع تفضل تنتج عند حدود معينة ويمكن ده شفنا بشكل كبير جدا أنه ما حصلش عملية إغلاق تام يعني في فترة في زروة كورونا في الموجة الأولى ونا بنتكلم على أن فيه دول النظام الصحي بتاعها كان متأك يعني رغم أن الأداء الإعلامية بتصوره أنه هو قوي جدا ولكن مع الموجة الأولى انهار بشكل كبير جدا دفع الدول أنها تعمل إغلاق كامل إلى 24 ساعة وبالتالي لو جينا بصينا على الحالة المصرية نلاقي أنه الإغلاق كان إغلاق جزئي وكان فيه عملية موأمة ما بين الناتج ومعدلات الإنتاج وما بين الحفاظ على الصحة العامة وصحة المواطنين نعم طب برضو حضرك تطرقت إلى فكرة المبادرات لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي يعني كان فيه مبادرة اللي هي ما يغلاش عليك مبادرة طبعا تحت رعاية السيد الرئيس كيف سهمت في تشجيع المنتج المصري وتحفيز الاقتصاد المصري وأيضا دعم المنتج المصري في مقابل المنتج الأجنبي نعم هو يعني السياسات الاقتصادية عادة لما بيتم تصميمها في الأوقات اللي بيكون فيها أزمات زي أزمة كورونا أو نتكلم على أزمة 2008 أو حتى أزمة الكساد الكبير السياسات بتاخد شقية شق دعم الاتجاه العرض أو الإنتاجي بيستهدف القطاعات الأكثر تأثيرا في النمو وفي مقدمتها طبعا القطاع الصناعي والقطاع الزراعي طبعا لطبيعة المنتجات الزراعية وأهميتها في تغطية الطلب على السلع الأساسية ده شق الشق الثاني هو تحفيز الطلب المحل أنه ما يقلش عند حدود معينة ويمكن يعني من المفارقات الكويسة اللي حصلت أنه تراجع التجارة العالمية حول العالم دفع بشكل كبير جدا إلى نمو الصادرات المصرية يمكن في الأسواق الأقرب بالنسبة لمصر وأبرزها لاتحاد الأوروبي بنتكلم على تضاعف للصادرات بلغ أربع مرات مقابل تضاعف الوردات ثلاث مرات وبالتالي فيه نمو للصادرات المصرية كان نتيجة لتحفيز بعض القطاعات اللي قدت إلى استمرار معدلات النمو وقوم وجاب وبالتالي عمليات تحفيز الاستهلاك هي بتهدف في الأساس إلى الحفاظ على حد معين من الطلب المتوقع في السوق بحيث أن المصانع تفضل شغالة والقطاعات الانتاجية تفضل تعمل بشكل يؤدي إلى زيادة في النمو والنتج المحلي الإجمال نعم يعني بشكر حضرات جزيلا دكتور فرج عبدالله الباحث الاقتصادي على كل هذه الإضاحات وطبعا الجهود الحثيثة من الدولة المصرية على مستوى الحكومة طبعا وعلى مستوى الرئاسة وعلى مستوى القطاعات المختلفة من أجل دعم الاقتصاد المصري والدعم أيضا المواطن المصري في هذه الجائحة شكرا جزيلا لك